أعلن النادي الفيصل عن تعرضه لخسائر مالية وصلت إلى 500 ألف دينار خلال الموسم الكروي الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا وأوضح أمين صندوق النادي سامر الحوراني في تصريحات صحفية أن الخسائر توزعت ما بين ريع الجماهير وغياب الدعم المقدم من الرعاة في اتحاد كرة القدم مشيرا إلى إنفاق ما يزيد عن مليون دينار على فريق كرة القدم في الموسم الماضي توزعت ما بين عقود لاعبين محليين وأجانب وعقود أجهزة فنية ومصاريف للفريق وأكد الحوراني أن الفريق عاقد العزم على العودة بقوة في الموسم الجديد بحثا عن الألقاب والبطولات المحلية والأسيوية قررت إدارة نادي الوحدة السعودي إقالة المدرب البرتغالي إيفو فييرا وتكليف مساعده الأول المدرب الوطني محمود الحديد بخلافته مؤقتا وأعرب نادي الوحدة عبر حسابه على موقع تويتر عن تقديره للجهود التي بذلها المدرب البرتغالي طيلة الفترة الماضية هذا ويعتبر المدرب الوطني محمود الحديد من المدربين الوطنيين المميزين حيث سبق له تسلم مهمة المدير الفني لفريق شباب الأردن في السنوات الماضية يشار إلى أن الوحدة يحتل المركز التاسع في سلم ترتيب الدور السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة يستقبل انتر ميلان الليلة على ملعبه جوزيبي مياتزا نظيره يوفنتوس في ديربي إيطاليا الذي يأتي ضمن منافسات ذهب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم تفاصيل أكثر في هذا التقرير مواجهة النارية بين العملاقين انتر ميلان ويوفنتوس سيحتضنها ملعب جوزيبي مياتزا الليلة ضمن منافسات ذهب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم ديربي إيطاليا كما يطلق عليه يدخله انتر ميلان بعد أن تجاوز في الدور السابق جاره إيسي ميلان في ديربي ميلانو ويطمح النيراتزوري للمضي قدما نحو تحقيق هذا اللقب الذي غاب عنه نحو عشرة أعوام المدير الفني للانتر أنتونيو كونتي يعي تماما أهمية هذا اللقاء خاصة وأنه يأتي على أرضه لذلك سيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة الإياب من أجل الوصول للمشهد الختام لهذه البطولة على الجهة المقابلة فإن يوفنتوس يدخل هذا اللقاء وهو يعيش مرحلة من النتائج الجيدة خاصة بعد أن حقق الفوز في آخر مبارتين له في الدوري كما حصد مؤخرا لقب كأس السوبر الإيطالي المدير الفني لفريق السيدة العجوز أندريا بيرلو يسعى لمواصلة الانتصارات في الآوينة الأخيرة من أجل تحقيق ثاني ألقابه في مسيرته الرياضية لتقديم أوراق اعتماده أكثر لجمهور يوفنتوس وكسب ثقتهم ومنح الفريق دفعة معنوية للمنافسة على بقية البطولات هذا الموسم أعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن إصابة رئيسه فلورنتينو بيريز بفيروس كورونا وجاء الإعلان عن إصابة بيريز بعد أيام من إصابة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق بذات الفيروس الذي أصاب العديد من نجوم كرة القدم حول العالم وقال نادي الملك في بيان رسمي له أن الفحوصات أظهرت إصابة بيريز على الرغم من عدم وجود أي أعراض ويقضي بيريز فترة ولايته الثانية كرئيس لنادي ريال مدريد حيث استهل عمله كرئيس نادي في عام 2009 وذلك بعد الفترة الأولى بين عامي 2000 و2006 خطف سبورتينجلش بونا فوزا مهما من نظره بنفكة بهدف النظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب خساء الفلادي في قمة لقاءات الأسبوع السادس عشر من عمر الدوري البرتغالي لكرة القدم أربع نقاط ترجمة نانسي قنقر